أنا أحبك تقول لي وأنا أحبك أنها تنظر لي وأنا أحبك لأن أنت تلميذ لأروع القصص اشتركه الآن بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب ما تعطيك؟ تعطيني شوكولات تعطيني كيك تعطيني أي شيء في كوين حطته بجزانة أنا تعطيك أمور أنا أحس أنها تحبني لكن هي تعطيك أمور ولدية وأن هذا ولد وأنا بلي سيره مثل أي تلميذ أي تلميذ بمدرسة ولد ناضي أول طلعته فأنا لأ ما كانت نظرتي إليها كانت نظرتي إليها دائما حب ويصير عنا عائلة وبيت وهكي أنا هاي نظرتي إليها تقلي إليك بشكيك إذا بقيت تضلك هكي دائما دائما أنت مثل خي برجع بقلك حل عني حل عني بتلاقي أصغر مني أنا بدي أقول لك عروس أو تستعمل سلطتها سلطتها أنه الوهرال كذا أنا مخاف ضلني مسابر علي أنا حاطته وحاطته براسي يعني حاطته الهدف براسي وماشي هددتها مثلا إذا بدي يجيها عريس ممنوع أي يجي لأنه أنا بدي أزي من تهي يعني كيف الفكرة؟ أستاذ مالك لأيش أنا ركزت عليها بين تلميذ ومعلمته يعني ومين التلميذ؟ أنا أكيد ومعلمتي المسرندا معلمتك مسرندا كان قصة حب بين أمين وبين مسرندا صح صرت أنظر لها نظرة حب يعني يعني بعلاقة زوجية لم علمتك لم علمتك يعني أنت تلميذ عم تنظر لها نظرة حب ونظرة زواج مية بالمية لمسرندا أكيد هكذا وأنت أمين الطفل أنا لأ أنظر لحالي أنا كبير أكبر بكتير من هك بس هي بالنسبة إلى أنا طفل هي معلمة؟ مية بالمية وبعد بعد وقتها هايدي لما أنا ستتقرب منها ضيفني نأجي أنا إلى مص مرحب ومجهور كذا هلأي هون صارت تحبني حس أنا من نظراتها إلي في عندها ميول لأوين وصلت العلاقة؟ للزواج للزواج مية بالمية أربعة أولاد وزاجي جواز وكل شي وعائلة يعني بالآخر أمين التلميذ؟ تزوج لمعلمة أنا تزوج لمعلمتي يعني بتحب هيك غزل أو بيزعجك هيك غزل؟ لا طبيعي كل أمرأة بتحب الغزل بس لما يقلك ميس؟ بيرجعني لـ 25 سنة لورها تلميذ بحب يرجع 25 سنة لورها المعلمة بتحب ترجع 25 سنة لورها؟ طبعا بتحزن المرأة أصلا ما بتحب تكبر يعني كيف انتقلت من تلميذ عم بيتغزل فيك أول شي لطفل عم بتقليله ولد وعم بتقليله بدبر لك أنا عروس إلى حبيب وذوج وأبعي لليوم يعني حطيت عليه أشياء ليثبت أنه هو رجل يعني كوني أنا أكبر ما بفكر مثل ما هو بفكر يعني عندي العقل طاغي بهك الفترة يعني أنظر من ناحية الاقتصادية أنه الزجل شو عليه متطلبات والمرأة شوائلة متطلبات يعني صرت حتى عليه شروع كلمال يثبت أنه هو رجل يثبت أنه هو ليس مثل ما أنا عب نزره ولد يعني لما كان يتغزل فيك كنت عم تعطيه شوكولات يتغزل فيك تعطيه قطو أين تصار لما يتغزل فيك وحيو فيك مشاعر المرأة اللي عم تسمع غزل من رجل وتجردت من اللقب هاي بعد ما كنت يعني صر عندي نوم من القبول فيه لا حطيه لصور تحس فيه موسيقى موسيقى